كالوف ديوتي القادم بعد مودر وورفر تم تأكيد 100% انه من تطوير ستوديو تريارك موسلج همر ممكن يكون كالوف ديوتي بلاكوبس 5 او كالوف ديوتي بلاكوبس 1 ريبوت نفس اللي صار مع مودر وورفر رح يصير مع بلاكوبس وتم الغاء قصة الزومبي الجيدة قصة الفوضى فرح تنتهي ببلاكوبس 4 وبلاكوبس 5 رح نشوف تكملة لقصة الايثر طابع الفيديو لتعرف كل هالتفاصيل اشتركوا في القناة جدا مهمة عن زومبيز عن تكمل قصة الزومبي عن قصة الزومبي الفوضى بلاكوبس 4 جديدة وعن بلاكوبس 5 صراحة محتار ابدا عن ايش بس خلا نبدأ عن بلاكوبس 5 بالفيديو تبعي اللي عملته من فترة يلي تكلمت فيه انه بلاكوبس 5 رح تكون اللعبة القادمة بالغلط قلت بالفيديو انه لعبة 2019 هي لعبة 2020 يعني اللعبة اللي هتنزل السنة القادمة المفروضه تكون لعبة من استيديو سلج هامر استيديو سلج هامر اللي عمل كاليف ديوتي وورد وورد 2 وعمل كاليف ديوتي ادفانس وورفير هذا المفروض وبعدين استيديو اتريارك رح يرجع لنا بعنوان جديد بلاكوبس او شو ما كان يكون بعام 2021 هذا المفروض كل جزء ياخد ثلاثة سنين لينزل بس التسريبات طلعت من احد الصحفيين بصحيفة الالعاب كوتاكو وهذا شخص جدا موسوق كل تسريباته تطلع صحيحة فالمهم قال انه لعبة كاليف ديوتي القادمة بعد مودر وورد فير رح تكون من تطوير استيديو اتريارك وراح يساعدوها سلج هامر واستيديو رايفن مثل ما تلكم استيديو سلج هامر مفروض هاي السنة لعبته وستيديو رايفن كان عبساعد سلج هامر رايفن هم اللي عملوا كاليف ديوتي مودر وورد في الريماسترد واشتغلوا على اطوار فرعية وكانوا دائما يدخلوا مع شركات يساعدوهم فكان في خلافات بين سلج هامر ورايفن وكان الوضع فوضى فاكتيفجين جابت سلج هامر ورايفن اتريارك قالت لهم تعالوا انتو مسكوا الموضوع العنوان الجاي لعبتكم وسلج هامر ورايفن رح يساعدوكم انتو مسكوا الشي الاساسي يعني بس صحيح انو اللعبة اللي جايب 2020 من تطوير اتريارك المفروض تكون بلاكوب سفايد مرح يشتغلوا عليها الا سنة ونصف ويعني هالشي كلها اجا مستعجل بس اتذكروا انو ثلاث شركات رح تشتغل على اللعبة فيعني رح يكون شي خرافي والخبر هاد تقريبا تأكد مية بالمية لان شركة اتريارك حطوا خبر على احد المواقع اللي بطلبوا فيه موظفين اوشي من الكلام قالوا نحتاج شخص خبرة بتصميم الالعاب اوشي من الكلام يشتغل معنا لعنوان نبي نصدره عام 2020 فاكدوا انو هما رح يساووا لعبة عام 2020 مثل تركهم المفروض تريارك يساووا لعبة عام 2021 المفروض عام 2020 دور سيديو سلت جامر فبعدين عدلوا بالاعلان وشالوا رقم عام 2020 بس الكلها عمل سكرينشوت وخلاص يعني تقريبا هما نفسهم اكدوا التسريب انو جهاز اكولوجيت القادم رح يكون متطوير تريارك ورح يكون بلاكوب سفايف او شي ثاني طيب خلنا الحين نروح على الخبر الجديد للتسريب الشي خرافي طيب التسريب طلع من اليوتيوبر The Gaming Revolution هادو يوتيوبر متخصص بالزومبي يسرب اشياء كتير بعض الاشياء اللي يسربها الصح بعض الاشياء اللي يسربها غلط بس هالمرة التسريب هاد قال المصدر التسريب هاد اللي عطاه الكلام شخص هذا الشخص كل شي يسرب له بالماضي طلع صحيح هذا الشخص صرب ماب غورد كروفي قال الماب الثالث رح يكون بروسيا رح نقتل نيكولاي الكبير شرح الكاتسين بداي بالتفاصيل وهالكلام كله طلع صح هاد قبل نزول غورد كروفي وبعدين سرب شي بكولف ديوتي انفينيت وارفير الزومبي وورد وارتو زومبي وكل كلامه طلع صح فقال The Gaming Revolution ان الشخص قل له ان قصة الفوضى تم الغاها قصة الفوضى خلاص الشركة كانسلوها كانوا ناوين انه يستمروا عقصة الفوضى لبلاكوبس 5 او جزء القادم بس اكتيفجين شافت انه حماس الزومبي جدا قل حماس الزومبي تقريبا مات والناس ما عابد يدفعوا فلوس على الزومبي ليشيروا مثلا الحزمات اللي هي البلاكوبس باس او يدفعوا فلوس على الالكسر نفس المبالغ اللي كانت تندفع على بلاكوبس 3 فقالت للشركة خلاص انهوا قصة الفوضى ارجعوا لقصة الايثر فانه اللي طالع بالتسريب انه السيزن القادم بلاكوبس 4 زومبي انه هذا مو تسريب هذا من مطور الزومبي نفسه اللي هو اك ريغ هيوستن شخص هذا قال بلايف ستريم كان عابد يتكلم في عن الزومبي قال انه ماب انشنت ايفل تبع الزومبي كان هو اخر ماب لقصة الفوضى هذا السيزن بلاكوبس 4 فانكنا متوقعين انه السيزن القادمة راح يحطوا مابين كمان لقصة الفوضى ومعها مابين لقصة الايثر بس بلايف ستريم بعده قال انه راح ينهي قصة الايثر بالحزمة الثالثة والرابعة الوضع صغير لخبطة طيب ادري معظمكم تلخبط فخلني ارطبكم الامور اول شي الشخص من استوديو ات ريارك احد مطورين الزومبي قال انه ماب انشنت ايفل هو اخر ماب بقصة الفوضى بلاكوبس 4 بهذا السيزن فانه السنة القادمة بلاكوبس 4 نفسه فيه سيزن ثاني للزومبي فكنا متوقعين انه فيه مابين لقصة الفوضى ومابين لقصة الايثر سنة القادمة بعدين هذا الشخص نفسه قال بعدين انه الحزمة الثالثة والرابعة هم نهاية قصة الايثر الى الابد بعدين طلع تسريب من شخص جدا موثوق وقال بالتسريب انه قصة الفوضى راح ينهوها بلاكوبس 4 الى الابد هذا القرار طلع من جديد وانه بلاكوبس 5 وبلاكوبس القادمة راح تكون لقصة الايثر وبالتسريب قال انه بلاكوبس القادمة ما راح تكون بلاكوبس 5 الان طلع تسريب قبل من هذا الشخص بصحيفة كوتاكو قال انه بلاكوبس 5 بس التسريب الجديد بيقول انه الجزء القادم راح يكون ريبوت لسلسلة بلاكوبس انه كيف اللي صار مع مودر وورفر ريبوت انه حاليا راح نشوف كول الف ديوتي مودر وورفر من اول جديد انه نفس الشخصيات نفس اللعبة تقريبا بس بقصة جديدة بانجين جديد لعبة كاملة جديدة بس نفس العالم فنفس الشي راح نشوف الجزء القادم بلاكوبس 1 الجزء القادم راح يكون بلاكوبس 1 بس مو بلاكوبس 1 اللي نعرفها لا لعبة جديدة كليا بس انه بنفس عالم بلاك كوبس ورح يكون شخصيات اللي نحبها من طور القصة اللي هي رازنوف وغيالها رح يكونوا موجودين بس بقصة او تايم لاين جديد ونفس الشي لقصة الزومبي قصة الايثر رح يساولها ريبوت فانه يعيدوها لقصة الزومبي بس بايم لاين جديد واحداث جديدة رح ارجع لها النقطة بعد شوي فحاليا اللي رح يصير اللي متوقعوا انا واللي تقريبا تسريب بلا محالة انه السنة القادمة رح نشوف في حزمة او سيزن جديد للزومبي بلاك كوبس 4 رح نشوف في مابين تكملة لقصة الفوضى او ينكم ثلاث مابات ما ندري رح تكون مابين او ثلاث مابات تكملة ونهاية لقصة الفوضى بلاك كوبس 4 ورح يكون مع الحزمة هاي نفسها رح يكون معاها خمس مابات ريماسترد اللي هما اسمعنا تسريب من زمان انه في خمسة عشر ماب زومبي قادم الى بلاك كوبس 4 فمابات ريماسترد اللي هي ترانزيت بيريد نيوكتاون زومبي داي رايس كل المابات المشفناها ريماستر رح ترجع على بلاكوبس فور مع حزمة والحزمة هاي نفسها في مابين او ثلاثة تكملة لقصة الفوضى فرح يكون ثمان مابات تقريبا نفس الحزمة الخامسة ببلاكوبس فور ثري كان فيها ثمان مابات زومبي كان بسعر 40 دولار فنفس الشي هون رح يصير ثلاث مابات تكملة لقصة الفوضى وينهوها وخمس مابات ريماستر طيب الحين خلنا نرجع لموضوعنا بلاكوبس القادم سواء بلاكوبس 5 او بلاكوبس 1 سواء ريبوت نفس موتر وورفر او بلاكوبس 5 شو قصة الزومبي رح تكون فيه اذا بناخد كلام كريغ هيوستن هو المطور والزومبي قال انه رحين هي قصة الايثر بلاكوبس 4 اذا بناخد كلام التسريب قالوا انه لا بلاكوبس القادمة رح تكون قصة الايثر وراح يكون في الها ريبوت فانا صراحة اشوف الكلام اللي اصدق انا انه كلام التسريب او الليك يعني حاليا بالحزمة الثالثة والرابعة رح نشوف نهاية تقريبا لقصة الزومبي بس بعدين بلاكوبس القادم رح نشوف ريبوت مو ريبوت نفس سلسلة موتر وورفر اللي هي انه عادوا القصة من الاول باحداث جديدة لا قصة الزومبي اصلا عنا ابعاد زمنية وعنا اوقات مختلفة فنفس الشي اللي عملوه بنهاية بلاكوبس 1 بلاكوبس 1 فجرنا كرة ارضية فكرنا نهاية النهاية بعدين بنهاية بلاكوبس 2 عملو ريبوت بلاكوبس 2 نهايتها عملو ريبوت رجعوا للشخصيات بالماضي شفنا شخصيات بأورجنس تقريبا هذا ريبوت شفنا خط زمن جديد مع قصة جديدة فهذا الشي ممكن نشوفه بلاكوبس القادم نشوف خط زمن الجديد مع شخصيات جديدة نفس شخصيات الترانزيت او شي نمشي معها الشخصيات بس بنفس عالم قصة الايثر واظن الكل ما رح يمالع بها الشي نحنا ما نحب قصة الفوضى او اللي ما يحبه في عدد يحبه منهم انا بس الاكثرية ما يحبوا قصة الفوضى لانه ما لها اي علاقة بقصة الايثر عالم غير كليا بينما ماب اوف the dead الكل يحب ماب اوف the dead مع انه مو شخصيات الاصلية كل اوف the dead ماب خرافي مابات ترانزيت الماب ترانزيت كان سيئ بس ماب بيريد شخصيات جديدة وكل حب هالماب لانه الماب خرافي والماب بقصة الايثر فاظن ما حد رح يمانع انه لو شفنا خط زمن جديد بقصة الايثر بس ما ادري كيف رح ينهوها بلاكوبس 4 وبعدين نشوف خط زمن جديد ما ادري صراحة الوضع جدا متلخض بس خلاصة للموضوع انه بلاكوبس القادم رح نشوف فيه قصة الايثر هاد الشي متأكد منه وتسريب بس انا متأكد منه وقصة الفوضى رح تنتهي بلاكوبس 4 هاد الشي كمان متأكد منه لان اكتفجن حاليا بمشكلة فلوس عندهم مشكلة فلوس قالوا ما حد قاعد يشتري الاشياء بلاكوبس 4 مثل ما تشوفوا اخر حزمة او اخر او بلاكوبس 4 حطوا اسلحة ما فينك تطلعها الا بالباكيجات فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ونودهم يهنوا قصة الاثر ويكملوا مع قصة الفوضى بس واضح ان القرار من اكتيفجن اكتعوا قصة الفوضى كملوا عقصة الاثر قصة الاثر اللي يحبوها الناس قصة الاثر اللي ينجب اللي فلوس فاي شباب حالة بدل اليوم اتمنى اكون اعجبكم يعني بلاكوبس القادم راح نشوف في تكميلة لقصة الاثر وبي بلاكوبس 4 راح نشوف نهاية لقصة الاثر كيف مدري خلنا نستنى الايام ونشوف شو راح يصير وانه في سيزن قادم في ماباتري ماسترد وفي تكميلة ونهاية لقصة الفوضى بلاكوبس 4 نفسه واخر شي ودي اقول ان الماب القادم للزومبي لقصة الايثر راح يكون بشهر سبعة طلعت تغريدة من استوديو ات ريال قالوا بجولاي او شهر سبعة راح ينزل الماب فما راح ينزل حاليا شهر ستة الحمد لله عندي امتحانات ما قد فاضي ابدا اني العابة لنزل هالشهر فاي اظن بداية شهر سبعة راح نشوف الماب فيا شباب هالفيد اليوم اتمنى انكم اراجبكم اعتمان ان امنا نهاية الفيديو لا تنسوا تنسوا الفيديو بزر اللايك شاركونا ارائكم وشو توقعاتكم بالتعليقات وبس كلامكم شركيات وشركيات كيشكم ديهاد تاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة